وكأنها من شرفات الرثاء تطل كلمات استذكار ترجل فارس ما زال فكره ومنهجه يلوح بالأفق لكل من سرح نظره في تفاصيل الوطن من البصرة حتى زاخه الشيخ الدكتور حارث الضاري رحمه الله في ذكرى وفاته لا تدون سيرة ذاتية لفرد بل سيرة وطنية لرجل أبسط ما يقال فيه إنه عراق يحمله المنفى ومنفا يلجأ إليه كل عراقي فر من ظلم الجالسين على عروش الورق المقدمة كالخاتمة بدأ الشيخ الراحل كتاب الحياة بحب العراق والغيرة عليه والدفاع عنه وختمها بذلك لم يحجب ضباب السياسة وسراب بائعي الأوهام رؤيته الوطنية ولم تنل من عزيمته الضغوط والتهديد ومشقة الطريق ستبقى الهيئة سائرة في طريقها مؤمنة بالله أولا ثم بقضايا شعبها وأنها لن تتردد يوما على أن تقف موقف الحق وأن تقول قول الحق مهما كلفها ذلك السياسة لدى الشيخ الراحل أبسط من أن تكون فلسفة أوفق مصالح وملتقى مساومات إنما هي وحدة العراق واستقلاليته وكرامة شعبه والحفاظ على مقدراته وثرواته نازلنا نقول الخيار الوطني الخطاب الوطني هو السبيل الوحيد هو سفينة النجاة بالنسبة للعراقيين للوطنيين العراقيين للعروبيين للمسلمين تمر ذكرى وفاته الخامسة وفي العراق ثورة رأى الشعب من خلالها عين اليقين أن رؤية الشيخ الراحل هي صواب الحق لا خلاص للعراق إلا بإزالة العملية السياسية بكاملها مهما بدلت ألوانها وغيرت شكلها إن أبناء العراق اليوم وعو أن هذه الشعارات الطائفية والعرقية ما أريد بها إلا تمزيق هذا البلد الشرعية في منهج الشيخ ليست في من يحكم العراق وإنما كيف يحكم وإلى أي قاعدة يستند هي القاعدة الشعبية التي سال نهر ثورتها وبدأ يزيل الزبد عن وجه ماء الرافدين العذب ويبقي ما ينفع الوطن ليمكث في نفوس العراقيين وما كلمات الشيخ منذ بداية الاحتلال الأمريكي إلا من الغال النفيس الذي ينتفع به الشعب الثائر هذه الأيام رحلت وعلى جبينك مسحة من دجلة والفرات لأنك كالعراقي لكل نخل وما معنى النخيل بلا عراقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر